سآتي بمعلومات أجزم أنك ستجد متعة في حقائقها إن لم تذهب إلى الأجمل وهو التأمل في خلقها أو التدبر في قوله عز وجل وأنبتنا فيها من كل شيء موزون صيادة ليل ذات مهارات عالية ليست في كل الطيور الجوارح بما فيها العقبان والصقور وسترى بعد قليل كيف أن العينين ضمن مزايا أخرى تمثل أسلحتها الفريدة التي تساعد بها في خدمة البشر أو ممتلكاتهم هذه البومة الصحراوية أو البومة الفرعونية في اسم يرد لها في كتب عربية متخصصة في الطيور من أسلحتها أنها تعتمد في قنص فرائسها على حاسة سمع قوية جدا فالمدهش في خلق أنواع من البوم أن الأذنين ليستا بمستوى واحد في الجانبين بل تكون واحدة أعلى قليلا من مستوى الأخرى ولهذا تحرك أحيانا رأسها بحركات كأنها لا إرادية بينما هي تفعل ميزة الدقة في استقبال الأصوات وتحليلها كما لو أن لديها رادار حساس يلتقط بوجات الصوت ويحدد مصادرها فمثلا الصوت الخافت في ظلام الليل الذي يصدر عن حركة فأر بين العشاب تستقبله بسمعها القوي وتحدد مكان الفريسة بدقة وتطير نحوها بتركيز فائق ولن ينجو الفأر في الغالب في فطرتها ليلية المعيشة تبقى في سكون خلال النهار وتنشط مع وروب الشمس حينما تخرج فرائسها من القوارض وصغار الثديات من جحورها ومخابئها وتباغتها بسلاح كاتم للصوت وإذا كانت الفرائس تهرب في آخر لحظة عندما تسمع صوت طيران أو خفق جنحي طير جارح إذا دنى منها مهاجما فإن الفريسة ليس بمقدورها الفرار في حالة حجوم البومة لأن الله سبحانه وهبها ريشا مختلفا عن طيور أخرى خاصة أطراف الأجنحة فهي ذات صفة خاصة تجعل رفرفتها خلال الطيران صامتة تماما أكفأ صيادة ليل تفترس القوارض خاصة الفئران والجرذان لو نزلت أعداد محدودة من هذه العقابية في أحد الجروف الصخرية حول الحقل ومحاصيلة فأنها ستنشط في الليل أي التوقيت الذي تخرج فيه بعظم القوارض من مخابئها وستكافح البومة آفة القوارض سريعا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر